ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شوف واشكا تاكلو وهذا مصير صاحب مستودع للدجاج المواجه للمطاعم قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجا بمتابعة صاحب مستودع لتخزين وتقطع الدجاج المواجه الى المطاعم في حالة اعتقال على ادر توقفه قبل ايام حين دهمت المصالح الامنية والسلطات المحلية المستودع الذي يخزن اللحوم في ظروف غير صحية وامرت النيابة العامة باداع المعني سجن طنجا واحد بتهم تتعلق بحيازة مواد يستهلكها الانسان يعلم بانها فاسدة او سامة ومن شأنها ان تشكل خطرا على صحة حياة الانسان وكانت مصادر موطوقة قد اكدت ان السلطات المحلية والمصالح الامنية بمدينة طنجا قامت زوال يوم الاربعاء الماضي بمداهمة مستودع لتقطيع وتخزين اللحوم وحجزت كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة على مستوى حيز زيدي بمنطقة مغوغة وحسب المصادر ذاتها فان المدهة مشاركت فيها عناصر للقوة المساعدة وعناصر امنية وتم خلالها حجز حوالي نصف طن من لحم الدجاج الفاسد والذي كان معدا من اجل الاستهلاك